إلى العراق أزمة المياه وشبح الشح في أعلى اهتمامات السلطات العراقية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يطلق نداء دولي معتبراً عن انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً هذا النداء يأتي مع تراجع موارد العراق المائية خلال العامين الباضيين كما أن البلاد مهددة بفقدان كمية أكبر من المياه خلال الأعوام المقبلة أي تدخل دولي يحتاجه العراق وهل الأزمة متعلقة حصراً بدول الجوار وجدل تقاسم المياه لنقاش ينضم إلينا من أربيل الخبير المائي الأستاذ عادل المختار أهلا بك أستاذ عادل كخبير في مجال المياه كيف يمكن أن تلخص لنا خطورة الأمر والحديث عن خطورته على مدى سنوات كيف يمكن أن تلخص المشهد للمشاهدين شكراً جزيلاً لحضرتك حقيقة أنا ريد أبدأ بتصريح معالي الوزير ووزير الموارد المائية حقيقة تصريح خطير يقول الخزين ما يكفي لنهاية العام الحالي تصريح خطير ومرعب حقيقة وأيضاً يقول الزراعة الصيفية مجازفة يعني الوضع المائي خطر جداً ولذلك دولة رئيس الوزراء ناشد كل المنظمات دولية ودول العالم للتدخل لمساعدة العراق لتجنب الخطر السؤال اللي حقيقة بدينا نطرحه وأن يطرحه من قناتكم الكريمة ماذا لو كان الشتاء القادم أيضاً جاف وهنا رح يكون وضع خطر وصعب ولذلك عقد مؤتمر بغداد اليوم تم افتتاحها مجموعة من الخبراء والمعنين والمنظمات الدولية أحب أشير إلى ممثلة الأمين العام جنيني بلاسخارت أيضاً ذكرت بتصريحها في أحد التصريحات ما لتقالت العراق لوحده ما يقدر يواجه خطر الجفاف يحتاج إلى جهود المنظمات الدولية أما بالنسبة لممثل اليو ان دي بي في العراق تصريح خطير قال العراق يتعرض لأخطر جفاف في العصر الحديث تصريح خطير أما الأمين العام نفسه قال العراق يتعرض لخطر الجفاف بشكل كبير كل هذه التصريحات اليوم مصنة للخط الفاصل أو المرحلة النهائية لذلك يجب أن يكون هناك عمل سريع وعلاجات سريعة حتى نعود مع المشاهدين أستاذ عادل لأصل المشكلة لماذا انتظر العراق حتى يصل المخزون أن لا يكفي حتى نهاية العام كما قال وزير الموارد المائية وأيضاً إلى كما وصفت الأمر بأخطر جفاف في العصر الحديث لماذا انتظر العراق هذا الأمر هل كان الأمر خارج عن إرادة الحكومة العراقية أم ماذا والله سوء إدارة أنا أشيرها واني قلتها من قناتكم الكريمة لو تذكر حضرتك من 2017 نحن ننادي بشيئين الأول ضرورة رفض تركيا أن تبني سد الجزرة وسميناها القاتل اللي رح يقتل المياه في حوض نهر دجلة والشيء الثاني قلنا عيده النظر بالسياسة الزراعية لأن هي مبنية على أيام الوفرة المائية والبحبوعة المائية اليوم نحن نعيش أزمة جفاف وشحة مائية لكن مع الأسف هذه السنين راحت بدون فعل شيء لا زالت كل الأمور متعلقة مع دول الجوار متعثرة على سبيل المثال هناك مذكرة تفاهم من 2015 وقعت مع جارة تركيا ولحد الآن لم تفعل هذا أبسط مثال وبيها بندين مهمين جدا الأول على تركيا أن تزود العراق بحصة مائية جيدة والثاني تقاسم الضرر مع العراق وهذا المطلبين هو اللي نريده لكن مع الأسف ما شفنا تفعيل السوداني قال لدي ثلاث دقائق حتى نستغل الوقت معك أستاذ عادل يعني السوداني قال يجب أن يكون هناك تدخل دولي عاجل تدخل دولي عاجل في أي صدد هل في مسألة الاستدامة وترشيد استهلاك المياه أم تدخل عاجل سياسي للنقاش مع دول المنبع نتحدثون عن إيران وأيضا تركيا حقيقة بالمحورين هي مهمة أنه أولا مساعدتنا بالحوار مع الجانب التركي لزيادة الأطلاقات وتعرف حضرتك هسا موسم الصيف رح يزيد الصرفيات من المياه أو الطلب على المياه بشكل كبير فلذلك لن تعرف بجو العراق حار يوصل أكثر من 51 درجة مئوية هناك كميات من التبخر ولذلك الضغط على تركيا لمساعدتنا حتى زيد الأطلاقات الشيء الآخر حقيقة التدخل مع الزراع العراقية ومنظومات الرأي وهذه كلها تدعمنا المنظمات الدولية حتى نقدر نتجاوز المحنة لأن الوقت أصبح ضيق جدا يعني سبع تشهر أعتقد تصريح مع الوزير لنهاية السنة الحالي يعني بعد سبع تشهر فإذا كان الشتاء القادم جاف أكيد وضع العراق محرج حقيقة الوضع المائي في دجلة يمكن أحسن من الفرات الفرات يتعرض لشحة مائية قوية وفي بعض الأحيان اندعم المياه للفرات من دجلة يعني كمية من مياه دجلة تحول الفرات لأن وضع الفرات أصلاً في آخر دقيقة سيد عادل عفوا المقاطعة كيف يمكن تغيير هذا الواقع عملياً هل الأمر متعلق بالتنسيق مع دول المنبع أم إجراءات كما قال عنها السوداني متعلقة بترشيد استهلاك المياه استخدام طرق ريحديثة من أين يمكن الحل الأولوية تبدأ من أين حقيقة أني وجهة نظري هي الحل هو داخلي وليس خارجي إنه أنت ترشد استهلاكك المياه استخدام منظومات الرأي تفعيل حقول دواجين يعني تسبني خطة زراعية على أساس كمية المي اللي رح تستخدمه يعني أعتقد عشر مليار كافي أن تبني خطة زراعية متطورة وتلقي أيدي عاملة كثيرة تفعل بهذا لأن اليوم عندنا الأفاو تصريح خطير يقول سبعة مليون عراقي ممكن يهاجر من الريف إلى المدينة فلذلك ماذا حقول دواجين يجب أن تفعله تربية الأبقار تفعل تربية الصيد في عالي المحيطات مثل دول خليج كلها غذاء الرئيسي أسماك هذه كلها قطاعات اليوم الزراع المغطات الهايدروبونيك والأغروبونيك هاي القطاعين مشهورة في دول عربية بالخليج كلها اليوم هذه لازم الدخلة إذن تغيير نمط السياسة الزراعية مالتك على أساس استخدام منظومات استخدام كمية مي محددة حتى تقدر تواجه الجفاف عادل المختار الخبير المائي كنت معنا من أربيل شكرا جزيلا لك أستاذ عادل ترجمة نانسي قنقر